اشتركوا في القناة تفسير احلام والركيا الشرعية. النهاردة هنتكلم عن سبع رموز لو شفناهم في المنام فنبشر بقدوم رزق ونبشر بقدوم خير. كمان لو الشخص بيسعى لعمل فهنتكلم برضو على رموز ممكن تدل على حصوله على فرصة عمل. اول رمز معنا او اول رؤية هي رؤية الرز. الرز في اللمنام من الرموز اللي بتدل على قدوم مال. كمان لما يشوف الشخص انه بيجمع الرزق او بيخزنه. فبرضو دي من الرموز اللي بتدل على رزق وعلى مال. آآ كتير هيحصل عليه الشخص. كمان الرز المطبوخ برضو من الرموز اللي بتدل على آآ مال. واحيانا بتدل على نمو او ساعة في آآ ماله وآآ قصرته. آآ كمان تأشير الرز من الرموز اللي بتدل على حصوله برضو على مال. يمكن بعد اجداد او بعد آآ عمل. كمان اكل الرز وان يشوف الشخص انه آآ طعمه كان آآ حلو فمن الرموز برضو اللي بتدل على آآ قدوم مناسبات آآ سعيدة. قدوم اخبار آآ صارة لي الرأي. آآ كمان الرز المطبوخ من الرموز اللي بتدل على رزق وعلى برقة وعلى آآ سعادة آآ هيحصل عليها الشخص. الرؤية التانية او الرمز التاني لما يشوف الشخص انه آآ بيزرع. رؤية الزراعة في آآ في المنام آآ من الرموز اللي بتدل على حصول الشخص على فرصة عمل جديدة. يمكن بعد فترة من البطالة او فترة من الاستعيلي آآ عمل. آآ كمان الزراعة في المنام من آآ رموز برضو المباشرة آآ بحصول الشخص على وزيفة سمقلنا كمان على آآ آآ ارزاق وعلى اموال آآ قادمة آآ يمكن بعد عمل او بعد آآ جهد. الرمز التالت معانا النهاردة هو آآ رؤية الامح. آآ رؤية الامح في المنام برضو من الرموز المباشرة بقدوم آآ آآ رزق بقدوم آآ آآ مال آآ كمان آآ رؤية الامح من الرموز اللي بتدل على مال حلال هيحصل عليه الشخص آآ كمان لو كان تاكر او كان بيمتلك مشروع آآ دجاري فمن الرموز المباشرة ريه بتحقيقه آآ ربح وبتحقيقه آآ مكاسب. كمان الامح في اللي منام من الرموز برضو اللي بتدل على تغييرات في حياة الرأي والتغييرات دي هتكون تغييرات آآ ايجابية. كمان لما يشوف الشخص انه بيحصد الامح فبشرة ليه بتحقيقه آآ طموح او بتحقيقه امنية. كمان حصات الامح من الرموز برضو اللي بتدل على اخبار آآ صار هيسمحها الشخص قريبا. كمان الامح من الرموز آآ لما يشوف الشخص انه بياكل امح فتصلاح حاله كمان سمعة آآ طيبة كمان الامح ممكن تدل على عمل مرموك او وظيفة مرموكة هيحصل عليها الرائي او مكانة هيحصل عليها الرائي خصوصا لما يشوف انه بيحصد او بيجمع الامح الرمز اللي بعد كده او الرمز الرابع وهو رؤية الدهب رؤية الدهب في المنام من الرمز المبشرة بقدوم ارزاء كمان من الرمز اللي بتدل على قدوم افراح للرائي برضو الدهب من الرمز اللي بتدل على الزواج او على الاولاد كمان من الرمز اللي بتدل على تفرير هموم او زهاب هم للشخص كمان الحصول على زهب برضو من الرمز اللي بتدل على حصول على اموال او حصول على رزق كمان على حسب الدهب كمان اللي هو متشكل يعني يشوف خاتم او يشوف سلسلة او يشوف قلادة فعلى حسب برضو رؤية اللي حصل عليه الرائي فلما يشوف انه حصل على قلادة من الزهب فدي من الرمز اللي بتدل على تولي منصب ممكن كمان حصوله على فرصة عمل وفرصة عمل هتكون مرموقة كمان اما يشوف الشخص برضو انه لابس داج من الدهب فبرضو من الرمز اللي بتدل على مكانة ليه كمان لو كانت فتاعة زباق فمن الرمز بتدل على زواجها من شخص صالح ومن شخص ليه مكانة الرؤية اللي بعد كده او الرمز الخامس معنا النهاردة هو رؤية الحليب رؤية الحليب او رؤية اللبن في اللمنام اما يشوف الشخص انه بيشرب لبن او بيشرب حليب فبرضو من الرمز اللي بتدل على حصوله على رزق وعلى رزق وفير وكمان على اموال حلال كمان شرب اللبن من الرمز برضو بتدل على فرحة وعلى سعادة على التفريغ الليه الهم على بركة في حياة الشخص كمان توزيع الحليب على محتاجين من الرمز اللي بتدل على بركة في ماله وفي رزقه كمان بيع الحليب برضو من الرمز اللي بتدل على ربح وعلى تحقيق مكاسب وعلى قدوم خير في القريب كمان لما يشوف الشخص برضو الحليب من الرمز اللي بتدل على راحة وعلى استقرار كمان الحليب برضو من الرمز اللي بتدل على حصول الشخص على اموال واموال كتير كمان من الرمز اللي بتدل على زرية صلحة كمان بتدل على صحة كمان من الرمز اللي بتدل على استقبال مولود جديد لو كانت المرأة حامل كمان من الرمز لما يشوف الشخص انه بشتري كمية كبيرة من الحليب فبردو ده سعى في رزقه كمان خبر صار هيسمعه كمان استقرار في حياته بشكل عام الرؤية اللي بعد كده او الرمز اللي بعد كده وهو شرب الماء اما يشوف الشخص انه بيشرب ماء عازب في المنام اولا من الرموز المبشرة بقدوم رزق بقدوم مخير وخير كتير للرأي كمان شرب الماء من الرموز اللي بتدل على فتح ابواب سعادة قدام الشخص كمان من الرموز اللي بتدل على تبديل في احواله فمن العصر مثلا اللي حصوله على فرحة وعلى رزق وعلى رزق حلال كمان شرب الماء من الرموز اللي بتدل على زوال هموم وزوال اي شيء بيزعج الرأي كمان لو كان مريض سواء مريض عضوي او مريض نفسي فمن الرموز اللي بتدل على زوال المرض ده او الشفاء كمان رؤية شرب الماء برضو من الرموز المبشرة لو شفها شخص اعزف من الرموز اللي بتدل على الزواج كمان من الرموز اللي بتدل على حظ سعيد على تخطي ظروف صعبة في حياته وعلى زوال اللي هم كمان على سعف في رزقه بشكل كبير الرمز السابع او الرؤية السابعة معنا النهاردة هي رؤية الفاكهة بشكل عام الرؤية التناول الفاكهة بشكل عام خاصة طبعا لما يشوف ان الفاكهة طعمها حالو فبرضو من الرموز اللي بتدل على رزق بشكل عام كمان من الرموز اللي بتدل على زيادة في الاموين لو كان هو شخص فني في الواقع لو كان شخص فقير فمن الرموز اللي بتدل على تبتيل في حالو للأحسن كمان الفاكهة من الرموز اللي بتدل على حصول الرأي على صروة وعلى صروة كبيرة كمان رؤية الفاكهة من الرموز برضو اللي بتدل على تحسن في أحوال الرأي بشكل عام كمان بشارة برفاهية بشارة بنعم قادمة للشخص احنا جدت كلمنا عن سبع رموز لو شفناهم في اللمنام فنبشر برزق نبشر بحصول على عمل لو كان الشخص بيسعى لوظيفة جديدة او لعمل جديد فالرموز دي برضو من الرموز اللي بتدل على حصوله على عمل بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم لو في أي استفسار او سؤال اكتبولي تحت وانا ان شاء الله هرد عليكم بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة